السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف كانت بنا تكونوا بأحسن أحوال وفتحها جيدة وانتم ما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معاكم باقيت معمر كيجي أكتر مرائل عايزين كيجي خفيفة قطنية لحشوة لديدة واقتصادية مكوناتها أكيد أنها متوفرة في كل بيس إلا جربتهم أكيد غادي نالوا الإعجاب ديالكم إلا عجباتكم الوصفة ما تبخلوش عليها باللايكات والتعاليق ديالكم المحفزة وشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء وبلوما نطول عليكم نزو مباشرة باش نبدو الطريقة ديال التحذير أول شيء غادي نبدو في التحذير ديال العجين فغادي نحتاجوا فيها ثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض وكأس ديالفينو اللي هو دقيق القمح الصلب ملعقة صغيرة ملح بطبيعة الحل الملح كيبقى على حسب الدوق وملعقة صغيرة السكر اللي ممكن تعودوها بملعقة من العسل جوج ملاعق كبيرة ديال حليب مجفف كتبقى اختيارية والقليل من الزعتر اللي كنتو كتبغيوها كتنسمو العجين كنخلط هاد النواشف مع بعضهم من بعد كنضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وغادي نضيف لها كأس من الماء الدافئ ما يعدين ميتين ميلي فهال نفس الكأس اللي عبرت به الدقيق هو اللي عبرت به الماء هو كأس ديال ميتين ميلي وغادي نزيد ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ممكن ايضا ديروا زيت المائدة على حسب الرغبة وغادي ناخد بيضة واحدة اللي كنضيف البيض ديالها في العجين والصفار ديالها غادي نحتفظ به من بعد باش غادي ندهن به ذاك الباقات من الفوق وغادي نبدأ كنعجل العجين فغادي نبدأ كيلا حتجيت نزيد نضيف الماء فغادي نضيف ففاللوراني كيف ما شفتوا معي ضفت كأس كامل ديال ميتين ميلي ومن بعد راني حتجيت نزيد غير واحد شوية فقط شفتوني انا في العجين راني درجو ملعقة كبيرة ديال حليب مجفف اللي ما دارتوش كتقدر تدير في العجين كأس ديال حليب الدافئ او نصف كأس فقط وتكمل بالماء وتقدروا ايضا تعجنوها غير بالماء فقط راه كتجي زوينة القاوم ديال عجين كتكور تباو في نفس الوقت ما كتلتها ساقش في اليد سافي دهنته بشوية ديال زيتون وقطيته وغادي نخليها كتخمر دك السافر ديال البيضاء ضفت له شوية ديال حليب وغادي نخليه جانبا وشوفوا معي الكأس تاني ديال الماء راه خديت منه غير شوية صافي هنا غادي ندوز دابا غادي نوجود الحشوة في مقلاد ديال البصل اللي مشى لدرقيقة شحرتها شوية حتى نزلت من بعد غادي نزيد فلفل الوان لمقطعة مكعبات صغيرة حتى هي كنخليها تشحر شوية حتى تنزل من بعد غادي نزيد لها الجزر اللي محكوك تقدروا تزيدوا حتى قرعة خضرة الى محكوكة يبقى لكم الاختيار والحشوة دائما تبقى اختيارية ضفت ملعقة كبيرة ديال المعدوس لمقطعة رقيق وكميا ديال صدرة ديال الدجاج لمقطعها مكعبات صغيرة وبالنسبة التوابل الملح اللي غادي بقى على حسب الضوء الفلفل اسود زنجبيل الكوركم والتوم مجفف الممكن تعودوه بالتوم مفروم وانا زد شوية ديال هكا السودانية او الهريسة اللي كنتو كتبقى شوية ديال الحار اختيارية تقدروا ما تضيفوها صفوك نخليو الحشوة حتى طيب تماما ونخليوها جانبا حتى تبرد نخليو الحشوة جانبا حتى تبرد من بعد نرجع للعجين اللي كتكون خمرات وضعف الحجم ديالها نفرغ منها الهواء اللي تشكل فيها ونقسمها لربعة شفتو معي الحجم ديال الباقيت قدج هو هادي كان يما كبير مصغير بغيتو ان شو ما تديروهم صغر كتقدرو كتديرو كورات اللي صغر المهم انا درت ربعة كبار قسمت العجين على ربعة ومررتهم في الدقيق الابين وخليتهم يرتاحوا مدد العشرة دقيق تقريبا فاغطيتهم وخليتهم يرتاحوا باش هاكا ميلي كان بدا كنبسطهم كيتبسطهم معي بكل سهولة فكنبسط العجين كتشوفوا معي السمك ديالها ما تيكون شرقاق بزاف وفناس الوقت ما كان خليوش غليت باش الباقيت ما كيجينش غليت بزاف كيجي هو هاداك مهم ادا هو السمك اللي بسط من بعد كندير كميه ديال جبن مبشور وفوق منو كندير الحجوه هاديك الحجوه اللي بجت فاقسمتها على 4 هاكا قبل ما نبدأ نعمر باش هاكا كاملين كتجي فيهم نفس الكيميه ديال الحشوه سوفو كنبدا كنسدهم بها الطريقة اللي واضحة معي في الفيديو وكننقرصو هاكا العجين بزيان باش نتأكدو انها تسدت مزيان ومت متفتحش لنا من بعد مني كتكون كالطيب فنضغطوه مزيان سوفو كيجي الشكل دياله هو هادا نهزوها ونحطوها في الصفيحة ديال الفر اللي فرشنا فيها هاكا ورق الطبخ وبنفس طريقة غادي ندير الباقي الكورات غادي او ثاني نبسط معكم الكورات الثانية ونديرها ككيميه ديال جبن مبشور تقدرو ايضا ديرو جبن ديال صندويش بغيتو ما تديروش ما تديروش او الحشوه مليكا الطيب صفيو كتوجد كتزيدو معها واحد جوج قطاع او ثلاثة ديال جبن متلت او مربع وكتخلطوها كتخلطوهم مع هاديكو الحشوه مش هكا كتجيكم الحشوه مع الكو الديدق سوفو كنسد بها الطريقة وكنستمر بنفس الطريقة حتى غادي نسالي الكيميه اللي عندي كاملة تقدرو ايضا تديرو هاكا طريقة مختصرة اللي تبسطو الكورات كاملين ومن بعد كتحطو الحشوه كتبدو هاكا كتسدو كتحطو مهم راهم ساهلين وما كياخدوش وقت نهائيا وكيجيو اكتر من رائعين طبيعه الحال الحشوه درت انا فيها الصدر ديال الدجاج تقدرو تعودو الصدر ديال الدجاج باللحم مفروم وبالنسبة العجين فما غاديش نحتاجو نخليو هاكا تخمر المرات ثانية فغير كنساليو هاكا انا ضغط عليهم غير واحد شوية باش قديتليهم الشكل ديالهم والحجم باش يجيو قد قد من بعد اخديت صفر ديال البيضة اللي كنضفتلي شوية ديال الحليب من قبل صافي وكندهن به الوجه ديال العجين فهد الوقيت هادي انا شعلت الفران باش غادي يسخن فشعلت الفران على 180 دراجه من الفق ومن التحت وخليتو يسخن بينما هاكا كملت التحذير ديال هاكا للعجين من اللي دهنتهم بالصفر ديال البيض قدرت فيهم خطوط بهذا الشكل كتبقى اختيارية بقيتهم مديرهمش فهد الخطوط ما كنوصلهمش حتى للحشوة غر هاكا كنشرت غر العجين بلا ما نوصل حتى للحشوة ومن الفق تقدروه كترشو عليهم هاكا اي حاجة بغيتو زنجلان هاكا خالط ديال الحبوب اللي في هاكا زرعة زرعة الكتان اللي بغيتو ومن بعد من اللي كندخلهم الفران فكنديرهم فالوسط ديال الفرن وكنننخلي عليهم غير التحت فالولel根نسخن الفرن من الفق والتحت ولاكن من اللي كندخلهم كنديرهم فالوسط ديال الفرن وكنشعل عليهم غير مل تحت واحد المدة تقريبا لعشرة دقيق من بعد نزيد من حتى الفق صندرلาย كترشوfähي لم ن veo مينا الجهتين هكا لذا كانت الجهتين من كانثرون من الواتق فكتطيبوهم مل تحت هو اللي والتاكي يتحمروا طيبوهم من الفوق ومليكا نخرجهم في هذا هو الشكل ديالهم كيجيوا اكتر من رائعين فالعجين ديالهم كتجيها كارطبة وخفيفة وفي نفس الوقت فيها واحد القرماشة وخا معجناهم شي بالحليب فهديك الجوج ملاعقة ديال الحليب كتبقى اختيارية تقدرو مديروهم وكيجي هذا هو الشكل ديالهم زوينين بزاف وخا كيبقا وعندكم حتى الغدلي كتصخنوهم كيجيوا بحلة الى عد طيبتهم فكانت هذه هي الوصفة دياليومة كانت مننا تنال اعجاب ديالكم وان شاء الله نتلقى في وصفات اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة